صباح الفل والجمال والزق العام يا أستاذ هاني يا أجمل وأجدع وألطف وألز زميل في الدنيا كلها ولو إن الدخلة مش مريحاني لكن صباح الفل يا أستاذ فاتحي خير يا فندم خير طبعا النهاردة أول الشهر وفيه إشعاعات بتقول إنك أبطل مرتب يا ربي يعني أكيد معاك فلوس لالله يا بطل وظروفنا في الظرف ده 100 جنيه آه لا لا مرسي أنا ما بخشش جمعيات شكرا جمعيات ايه يا أستاذ هاني اللي ب100 جنيه ده المية جنيه اليومين دول تيجي تفكها تفكك هي إحنا بنلم الأستاذ شكري عشان يا حبيبي يطلع على المعاش ما إحنا بقلنا ثلاث سنين بنلم الأستاذ شكري علشان طلع معاش وبنتجمع كلنا نحتفل ونعيط وأنا أدفع بعدين يموت دوله سنة نفرح بعدين يطلعوا معاش نجتمع نعيط وأنا أدفع بص يا أستاذ فاتحي أنا مش هدفع على أستاذ شكري في معاشه إلا لما شوفه قاعد في البيت كده 3-4 سنين بالجلابية كده ومرتحه وسط أولاده خلاص وسيدني أكمل شغلي هنا طب كده بقى أنا مش هكتب اسمك على الظرف يا أستاذ هاني وإنت الوحيد كده اللي اسمه مش هكتب على الظرفه وهتبقى فضيحة أنا هبقى أكتب اسمي في البيت أنا على التلاجة كده هتصرف أنا معاش ماشي بس بقى لما الزملاء يعرفوا اللي انت مرضتش تدفع للراجل المسكين اللي طالع على المعاش وتتفضح وتتجرس ما تبقاش تزعل وبعدين يا أستاذ هاني انت لسه جديد هنا يعني المفروض تجامل على أقل خمس ست سنين عشان تقدر تعيش وسطينا جامل جامل عشان ما تتفضحش وبعدين ما احنا هنبقى نجملك يقولني أنا مش عايز أي مجملات من أي حد لكن حاضر يا أستاذ مالي شكري ورضو إحنا عندنا كم شكري إيه ده الظرف كله خمسات جنيهات أم لأنا هدفع مية ليه شمعنا أنا علشان انت رجل أعزب ما عندكش مسؤوليات قولي بزمتك انت بتشتري بنبص بق لا أنا ما بجيبش الحاجات دي طب إيه رأيك بقى اللي أنا لغاية دلوقتي بشتري بنبص طب ما تشوف حل للقصة دي تشوف علاج ولا أي حاجة حبيبي يا أستاذاني والله ها 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 بنبص عشان أنا ما بجيبش بنبص يبقوا كلهم يشطفوني سكي وديه هاني صباح الخير صباح الخير يا رئيسة معلش أنا نص ساعة وأخلص التقرير معلش خالص ليه يا الباما على قل من مهلك برحتك خالص بنا يا كلمة بقولك إيه إحنا أول الشهر بقى شغالي مخك آه ما نعرفت المعلومة القيمة دي من الأستاذ فاتحين في حد طالع معاش أو ترقى أو ترفض أو تعين في إدارة تانية خالص أو بيفكر يشتغل معانا في الوزارة عشان نلمله كلنا يا من الذين أدمك زي العسد لا يا نورعين إحنا بنلم للبيت حنان أختك اللي في اسم المشتريات أقبل عندك حامل أقبل عندي حامل؟ حضرك أنا مش متجوز بعدين أكيد لاحظت أن أنا راجل فمش أحمل في الفترة دي أقصد يعني لما تتجوز إن شاء الله أنا أتجوز إزاي بس يا مادام صفاة وأنا مرتب مكفيني أنا بجيب بقسمات وجبن براميلي وبقيت المرتب كله رايحة الهدايا والمجملات حتى هاسكي قاعدة في البيت من غير أكل والله هاسكي دي قاعدة معاك في البيت؟ قاعدة واكلة شربة نايمة من غير جواز؟ لا 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 حضرتك فاهمة إيه؟ لا هاسكي دي كلبة كلبة أخصى عليك يا هاني اسكت اسكت مش عايز أسمع الكلام ده تحر في حياتك ولو إني اللي ترضى بكده تبقى كلبة وستين كلبة ولا عيازوا بالله لا ترضى إيه؟ هارتك بقولك دي كلبة حقيقي كانت مرمية في الشارع بردانة ووحيدة كده فاقة خدتها معايا قلتها لاماها بدل رمية الشوارع وهي بتقعد معايا بالليل نلعب نعمل لدته بس 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 اختشي ايه بالكلام ده يلا يلا شوف هتبديل بيت يا حنان كاد خلي نكتب اسمك وأخلص يا مادام صفاة أنا جملت الوزارة كلها مفيش حد جاب لي ولا حتى هدئية يا دنايا يا ابني طب أقولك خلص قولي يا ميلادك إمتى وأنا حلميلك بنفسي 29 فبراير خلص يا حبيبي من عناية الاثنين 29 فبراير بس ده مش هيجي السناتي شفتي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها ده تاريخ بيجي كل أربع سنين وأنا غالبا في اليوم ده ببقى يا إما عياني يا إما وأخذ عرضة وحضرتك أنا لا هخطب ولا هتجوز ولا هعمل عملية ولا هشتد عربية جديدة وخلصت الإعدادي والابتدائي والجامعة وكل حاجة أهو بص بقى يا هاني لو ما جملتش هتتفتح وقصت الزملية يا دي قصة الفضيحة بعدين تعالى لما أقولك البيتة حمام دي قريبة مدير الإدارة الأستاذ يوسري افهمها أنت بقى يلا خلص وينجز تجمل عشان تتجمل يا هاني حاضر يا مادم صفورة أنا أنا أصلا شخص مجامل أحب الحاجات حبيبي يا هاني طب واسم حضرتك مكتوب برضو معانا في الورقة؟ لا يا حبيبي أنا اسمي يكتب ليه؟ أنا قديمة أدفع أنا الريسة يا واي التقرير يخلص بسرعة ما تتأخرش علييا نوص صاعي يبقى على مكتبي حاضر الهسكي قال ما لهم بنات البلد؟ آآآآآه أحلى أهول أحلى أستاذ هاني تروق بالك يا أبو الكرم والمفهومية والزوق اه الهزة دي بتاعت اول شهر انا عارفها اقمر عم علي في حد عندك حامل اتخطب حد طلع الحجاز او راجع من الحجاز او قاعد في مدان الحجاز فنلمله كلنا لا والله يا استاذ هاني انا بس عم شوقي بتاع الام عرفت انه هيعمل عملية بكرة الرجل غلبان اوي وحد وهال كتير لا حول ولا قوة الا بالله وعم شوق ده رخم اوي الصراحة لكن المرض ما فيهوش كلامي يعني هيبقى هيبقى رخم ومريض جامل الراجل عيعمل عملية بحتة وحشة قوي ربنا يكفيك شر الفضيحة مش فاهم ايه حكاية الفضيحة دي حاضر حاضر خلاص انتوا قم انتوا لام يطولوا كامل غاية دلوقتي هو مين؟ عم شوقي بتاع الحتة الوحشة لا ما هو يا استاذ هاني بيه انا معرفش لان مش انا اللي بالميله ام الميت جنيه اللي انت زبطها مني دي ايه؟ محمد ابن عقبال عندك نجح في الاعدادية والواد حيموت على الايفول ايفول جديد يعني انت واخد الميت جنيه عشان اللي انا مالي ومال الايفول اعدادية ايه وبتاع ايه؟ ربنا يكفيك شر الفضيحة باركلي بترقيت هاني انا تخطب مبروك انا تخطبت يا هاني لا الف سلامة بدل الفضايا فرح اسماء هانة علياء خطوبة شيماء احزان السماء حطت فضح سيبوا يا فتحي يمكن عايزي تفضح وسط الزملاء ايه حكاية اتفضح اتفضح لو عايزين فضيحة حلوة اعملوكو فضيحة حلوة وكل واحد بقى يعرف اللي ليه ولي عليه الاستاذ شكري اللي بيقفض ويجري اللي الحكومة بتمديله واحنا بنعدله واسمع سلام للاستاذ فتحي اللي ماشي وسينا متعنتز وبيستيلف تمن البنبس وعم علي كمان مرة عم علي يعني البوفيه تجارة من مية السخنة يعني السف و الاهضار اللي عايز ايفول هدية عشان هبلو في الاعدادية ومادام صفاة الرياسة اول و تاني اللي ما دفعتش في ولادة اماني وتجاي يقول اللي رايح وي priests من فضايح وبكرة الحساب هيجمع وخل الدنيا تقوي